خلينا كمان في البداية ننعي رحيل الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ إبراهيم سعد رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير أخبار اليوم السابق الذي وفته المنية بالأمس وتم اليوم تشريع جثمانه من مقر دار أخبار اليوم في شرع الصحافة وجرت مراسم الجنازة وأداء صلاة الجنازة في مسجد عمر مكرم حضر الجنازة وشيع الجثمان إلى مثواه الأخير عدد كبير من زملاء وأصدقاء وزملاء وتلاميذ الأستاذ إبراهيم سعدة كان من مقدمة الشخصيات العامة الكتير الموجودة الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهل السابق والأستاذ سامير رجب رئيس مجلس إدارة دار التحرير السابق وأيضا الأستاذ عبد محسن سلامة نقيب الصحفيين وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وحجد كبير سواء أمام أخبار اليوم أو في مسجد مصطفى محمود أو في مدافن أسرة إبراهيم سعدة في 6 أكتوبر إبراهيم سعدة واحد من رجال الكتابة اللي بجد واحد من أساذة هذه المهنة واحد من أبناء صاحبة الجلالة اللي أدى دوره بامتياز في خدمة الصحافة المصرية والعربية طيلة سنوات طويلة رحل عن عمر نهزة 81 عاما قضى منها ما يزيد عن 60 عاما في خدمة صاحبة الجلالة وكان واحد من أبناء أخبار اليوم المميزين جدا جدا وواحد من اللي نقلوا كل تفاصيل ومزايا ومدرسة أخبار اليوم من مؤسسيها مصطفى وعلي أمين إلى الأجيال التالية ترجمة نانسي قنقر